تفاصيل مقتل طالب سنوي لزميله بعد اللجنة بالبحيرة شهدت مدينة أبو حمص التابعة للبحيرة جريمة مأساوية بمقتل طالب في الصف الثاني السنوي الصناعي طعنن بسلاح أبيض وزاكف ومشجرة مع زميله عقب انتهاء الامتحانات جرى نقل الطالب للمساشفة أبو حمص المركزي لمحاولة إصعافه وتم تحويله المساشفة الجامعية بالأسكندرية لاستكمال علاجه إلا أنه للأسف لفظ أنفاسه الأخيرة متأسرة بإصابته داخل صرارة الإصعاف من جانبها قالت والدة الطالب المجني عليه والدموع بتنهمل من عينيها نتلقت مكان معتفية من المستشفى أخبرها أحد العامليين أن ابنها تعرض لإصابة وعليها الحضور فورا إلى المستشفى من أجل اتمئنان على حالة ابنها وهناك وجدته المصاب بتاعنا النفذة نتيجة اعتداء عليه بقال حد وقالت روحت المستشفى لقيت ابني غلقان في دمه آآ وطبعا آآ تبين أن الحالس وقع عندما انتهى ابنها من أداء الامتحان في مدازة أبو حمص الصنوية وكان بياكل باكوباسكوت وفجئ بزميل له وبيعتدي عليه بالضرب وقالت ابني كان ماشي بعد الامتحان وماسك باكوباسكويت بياكله لأ واحد معاه في المدرسة بيزوقه كده فبيقوله بتعمل كده ليه قال له إذا كان عجبك أنت هتاكل لوحدك قال له ما تروح تشتري من المحل قال قال له لأ وراح ضربه تاني وتلمى عليه عيال كتير وكلهم ما سكوا ضربه وأشارت والدة المجني عليه لأن ابنها كان يعمل بجانب دراسته حتى يساعد والده في أمور المعيشة لعدم قدرته على العمل بسبب تدهور حالته الصحية تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغ بيفيد بوقوع حادث قتل طالب عقب مشجرة بين طالبين وسقوط أحدهما قاتلاً وتم التحفز عليه داخل مشرحة من حسنشفة أبو حمص بشت النيابة التحقيق وعلى فور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين بالفحص وفاة طالب يوصف رمضان أبو أحمد 19 سنة نصد أبو حمص السنوية الصناعية مقيم بقرية جواد حسني بتاعنا قاتلة بسلحة أبيض وتقنين الإجراءات توصلت مباحث أبو حمص إلى أن وراء ارتكاب الوقع محمد ههميم ألف لام 17 سنة طالب نفس المدرسة وقيم ببندر أبو حمص وكمان تم تحديد هويته ومكانه وطبعاً تم القبض عليه وقالوا طبعاً ولسه التحقيقات شغالة وهنوفيك بكل حاجة إن شاء الله أول بأول وزي ما قلت تم القبض على المتهم لما واجهوه في محضر الشرطة طبعاً أقرر بارتكاب الجريمة وحرر معاً زيك المحضر اللازم وقتلت النيابة العامة بشرة التحقيقات وأي جديد هو فيكم بيه إن شاء الله